تنفيذا للوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لتلبية التماس الحكومة الفرنسية للمساعدة في معرفة مصير المواطنة الفرنسية نوران حواس المفقودة في اليمن منذ شهر ديسمبر الماضي فقد تمكنت الجهات المعنية في السلطنة وبالتنسيق مع بعض الأطراف اليمنية من العثور على المفقودة في اليمن ونقلها إلى السلطنة تمهيدا لعودتها إلى بلادها